طيب شيخانة أنا وريد في نصف دقيقة وإن كان هذا صعبا أن نختم هذه السلسلة بكلمة منكم لطالب العلم طالب العلم أهم شيء يعينه هو الصدق والإخلاص واحترام المشايخ عموما واحترام المذاهب واحترام المؤلفين والمؤلفات وأن ينظر إلى الكتب على أنها أشياخه كما قال ابن هلال لنها جلساء ما يمل حديثهم ألباء مأمونون غيبا ومشهدا يفيدوننا من علمهم علم من مضاعوا عقلا وتأديبا ورأيا مسددا فلا فتنة تخشى ولا سوء وعشرة ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا فإن قلت أحيانه فلست بكاذب وإن قلت أمواته فلست مفندة وكذلك احترام كل أهل العلم وأن يسخر الطالب نفسه لأن يكون خادما للإلم وأهله ولا يكون ذلك بمجرد قول بل يكون محترما لكل أهل العلم كل من ينسب إلى العلم بوجه من اللجوه يحترمه ويقدره هذا الذي ينال به هذه المنزلة وقد قال أحد الحكماء في ذلك يقول يقول فالكبير العظيم يصعر قدرا بالتجري على الكبير العظيم ولا الخمر بالعقول رمى الخمر بتنجيسها وبالتحريم لا تضع من عظيم قدر ولو كنت مشارا إليك بالتعظيم فالكبير العظيم يصعر قدرا بالتجري على الكبير العظيم ولا الخمر بالعقول رمى الخمر بتنجيسها وبالتحريم كذلك لا بد أن يكون الطالب غير متعصب ويعلم أن لدى غيره من العلم ما لس لديه وأن العلم الله جل جلاله يضعه حيث ويشاء ويكون الذي يشيع بين طلبة العلم الآن وتشاهده أنت وتعرفه من الإقصائية وأن العلم في المكان الفلاني أو المبلد الفلاني هذا غير صحيح أكرمك الله شيخ نعرف أن الوصاية كثيرة ولكن الوقت ليس بكثير شكر الله بكم وأيضا منظومة الشيخ الحكمية أتت على كل الوصاية وكل الأداب المنظومة التي في الأداب نعم والشيخ أيضا اعتنى بها ولحنها طلابه فيعتني بها طالب العلم لأنها ترشده إلى كل ما وزيادة جميل وفيها خير كثير أكرمكم الله شيخ